اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبة في الحلقة رقم 16 معكم الاستاذ خالد صبري مدرس الفيزياء للصف الاول السنوي هنتكلم النهاردة في الحلقة عن قانون نيوتن الثالث اللي بتكلم عن الفعل ورد الفعل ويلا بينا نبتدي الحلقة مع بعض النهاردة هنتكلم عن قانون نيوتن الثالث وزي ما وعدناكم قبل كده ان احنا عندنا قانونين بس من قوانين نيوتن الاربعة قانون نيوتن الاول اللي بتكلم عن القصور الذاتي وان الجسم تبقى محصلة القوة عليه تساوي صفر فيظل على حالته النهاردة هنتكلم عن مصطلح القوة ولكن من خلال مصطلح اخر او من خلال مفهوم اخر اللي هو قانون نيوتن الثالث قانون نيوتن الثالث برضو قانون في منتهى الجمال ويوضع نيوتن وبيتكلم فيه عن حاجتين الفعل ورد الفعل كلنا عارفين زمان ان الاي فعل رد فعل ليه اي فعل في الدنيا ليه رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه وده بيعتمد عليه كتير من الظوار الطبيعية اللي موجودة حوالينا طب زي ايه انت دلوقتي لو انت قاعد على كرسي زي اللي انا قاعد عليه دلوقتي وتخيلت ان الكرسي دهوت لها عجل لو انا دفعت الكرسي الى الامام حركة جسمك هترجع ازاي هتكون للخلف طب انت دفعت الى الامام كيف تكون حركتك الى الخلف عشان قوانين الفعل ورد الفعل لو انت تخيلت ان انت عندك بلونة والبلونة دي منتفخة سيبت البلونة ايه لا يحصل البلونة لو اندفاع الهواء للأسفل هيكون انطلاق البلونة للأعلى يبقى نفس الكلام الفعل ورد الفعل لو انا عندي صاروخ منطلق اندفاع الوقود يكون من الأسفل طب اندفاع الصاروخ بيكون من فين؟ للأعلى يبقى المعلومتين اللي انت اقولتهم لي دلوقتي يا مستر بيقولوا ان ده يازم يكون الفعل والرد الفعل على خط عمل واحد ولكن في اتجاهين متضدين يلا بينا بقى مع بعض نشوف نيوتن قال ايه في قانونه التالت صار نيوتن قانونه التالت بطريقة احترافية فقال في ايه لكل فعل رد فعل متسون له في المقدار ومضد له في الاتجاه معنى كده ان الفعل هيسوي مقدار الفعل ولكن في عكس الاتجاه طب طالب احنا اقول له في عكس الاتجاه احنا ذكرنا قبل كده في جبر المتجاهات عندما يكون عند متجهين متساويين في المقدار ومتضدين في الاتجاه يبقى متجه ايه يساوي سالب متجه بيه يبقى قدر اقول ان قوة الفعل تساوي سالب قوة رد الفعل وده شيء في المنتجة الاهمية فعندنا قانون نيوتن التالت بيقول ايه لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضد له في الاتجاه صيغة اخرى اذا اثرنا على جسم ما بقوة معينة فان الجسم الاخر يؤثر على الجسم الاول بنفس القوة ولكن في عكس الاتجاه والصيغتان صحيحتان لو طلب منك في الامتحان ذكر الصيغة بتاعت قانون نيوتن التالت تقوله اختصارا لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضد له في الاتجاه او تقوله اذا اثرنا بقوة على جسم ما فان الجسم الاخر يؤثر على الجسم الاول بنفس القوة ولكن في عكس الاتجاه بمعنى ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضد له في الاتجاه ما الصيغة الرياضية او الفيزيائية لقانون نيوتن التالت زي ما قلنا ان صيغة قانون نيوتن الاول ان سجما اف تساوي صفر ايضا قانون نيوتن التالت له صيغة فيزيائية وهي ان زي ما احنا شايفين قدامنا اف واحد تساوي سالب اف اتنين من اف واحد دي دي قوة الفعل من اف اتنين قوة رد الفعل معنى كده ان قوة الفعل تساوي قوة رد الفعل ولكن في عكس الاتجاه عرفت منين يا مصر ان هي في عكس الاتجاه عشان الاشارة عندي اشارة ايه؟ سالبة يبقى انا وانا اصرت على الترابيزة دي بقوة خمسين نيوتن الى الاسفل الترابيزة هتأثر علي بقوة رد فعل تساوي كام؟ او له سالب خمسين ليه؟ لان قوة فعلي كانت خمسين فتصبح رد الفعل تساوي سالب خمسين يبقى لو ادق قوة الفعل في الامتحان لازم تبقى رد الفعل قيمة سالبة لانها في عكس اتجاه قوة الفعل ولكن بنفس قيمة المقدار فعندما يؤثر جسم الف بقوة ف واحد على جسم اخر به فان الجسم الثاني به يؤثر على الجسم الاول الف بقوة ف اتنين تساويها في المقدار ولكن في عكسها او تضادها في الاتجاه فتصبح ف واحد وطبعا عليها ساهم عشان دية كمية متجهة تساوي سالب ف اتنين وان شاء الله في الترم التاني هناخد القانون ده ام في ايه تساوي ام في ايه من خلال قانون نيوتن التاني طبعا الاشارة السالبة قلنا قبل كده تدل على ان اتجاه القوة ف اتنين عكس او مضادة لاتجاه القوة ف واحد يعني لو كانت قوة الفعل في اتجاه الشمال يبقى رد الفعل في اتجاه الجنوب واذا كانت القوة الفعل في اتجاه الشرق فان قوة رد الفعل في اتجاه الغرب بعض الامثلة الهامة على قانون نيوتن التالت اللي هو قانون الفاعل ورد الفاعل خد بالك أن قانون نيوتن الثالث أصبح ليه اسم زي ما كان قانون نيوتن الأول اسمه قانون القصور الزاتي أصبح لقانون نيوتن الثالث اسمه هو كمان هو قانون الفعل ورد الفعل لأنه نصه يدل على أن الكل فعل رد فعل مساول له في المقدار ومضاد له في الاتجاه فقدامي بعض الأمثلة الكتاب الموضوع على المنددة يؤثر على المنددة بقوة دفع الأسفل بينما تؤثر المنددة على الكتاب بقوة دفع الأعلى يعني الكلام دهوت لو تخيلت أنه قدامي ده كتاب الكتاب ده له وزن الأسفل فيؤثر على المنددة بقوة معينة ولتكن 10 نيوتن التربيزة ترد عليه بقوة أخرى تساوي سالب 10 نيوتن يبقى معنا كده أن فعل الكتاب الأسفل هو الوزن فيكون رد فعل المنددة إلى الأعلى وهو تأثير عكسي لقوة وزن الكتاب على المنددة اتنين راكب القارب عندما يدفع الماء بصاق خشبية طويلة هذا فعل المثال ده بيقول لو أنا عندي صائق قارب بيستخدم مجداث المجداث ده أنا بدفع به الماء للخلف فيكون اندفاع الراكب أو اندفاع المركب إزاي أقول له إلى الأمام ليه بالرغم من أن قوة الفعل قوة خلفية فطبعا تديك رد فعل إلى الأمام ده اللي قدامنا على الشاشة راكب القارب عندما يدفع الماء بصاق خشبية طويلة فهذا فعل واندفاع الماء يدفع الماء للقارب للخلف فهذا رد الفعل فتحرك القارب عندما يقفز رجل من القارب للأمام ده فعل فإن القارب يرتد للخلف رد الفعل نفس الكلام لو أنا تخيلت أن أنا عندي بندقية البندقية دي فيها تنطلق الرصاصة انطلاق الرصاصة إلى الأمام ده يمثل الفعل بينما اندفاع البندقية إلى الخلف يمثل رد الفعل علشان كده دايما يطلب من الناس اللي بتستخدم البنادق بكسرة إنه هو يثبت كعب البندقية أسفل تجويف الكتف ليه؟ عشان أثناء انطلاق الرصاصة إلى الأمام ده اسمه الفعل فيكون اندفاع البندقية للخلف ده هو رد الفعل فيجب تثبيت البندقية جيدا اسفل تجويف الكتف علشان امنع رد الفاعل ان هو يدفع البندقية للخلف نكمل مع بعض ما بدأناه من امثلة على رد الفاعل والفاعل عند دفع شخص جالس على كرسي متحرك للحائط طبعا ده فاعل فيكون رد الفاعل للكرسي ان يرتدي للخلف عندنا برضو المدفع او البندقية اثناء انطلاق القزيفة او الرصاصة الى الامام فيكون رد الفاعل للمدفع او البندقية انت ندفع الى الخلف وشفنا كلنا في احتفالات 6 اكتوبر اما عرضوا لينا المدافع ويتطلق القزائف فكانت انطلاق القزيفة الى الامام فيكون رد فاعل ان يدفع المدفع الى الخلف 6 احنا قلناها برضو عند نفق بلون ثم تركيه حرا فيندفع الهواء منه في اتجاه معين ده اسمه فاعل فان البلون يرتدي في الاتجاه المضاد ده رد فاعل يعني تخيل انا مسك البلون فوهته الى الاسفل طركته البلون هتحرك ازاي مش اندفع الهواء للاسفل فيكون رد فاعل الاندفاع البلون للاعلى طب ادي فوهة البلون اندفاع الهواء الى اليسار متى وكيف يندفع البلون يندفع البلون في نفس لحظة ترك الفوهة طب اتجاهه عكس اتجاه فاعل الهواء فيكون رد فاعل البلون هو الاندفاع للخلف كل ده يتصور مهمة على قانون الفاعل ورد الفاعل اللي هو قانون نيوتن التالت تطبيق هام اذا كانت الارض تؤثر عليك اسناء سيرك بقوة جذب 600 نيوتن يعني الارض بتشدك لاسفل بسبب عجلة الجاذبية الارضية اللي سبق اتكلمنا عنها بقوة جذب الى الاسفل تساوي 600 نيوتن فان جسمك يؤثر على الارض بقوة جذب مقدرها قد ايه صفر تلتمية ستمية متين الاجابة الصحيحة ستمية طبعا لو قالك اشارة سالبة تبقى طبعا اشارة سالبة بس هو ما حدد لكش اتجاهها فعلشان كده هو عايز المقدر فقط يبقى قيمة رد الفاعل تساوي قيمة الفاعل وهي الاجابة الصحيحة ستميت نيوتن السؤال يتبادل الى زهن معظمكم ليه يا مستر القوة الفاعل ورد الفاعل بالرغم من انهم متساوين في المقدار ومتظمين في الاتجاه لا يحققان اتزانا بمعنى ضربنا مثل قبل كده في حلقات سابقة وان اذا اصرت على الالم ده القوة الى اليمين تساوي 5 نيوتن واصرت على نفس الالم بقوة الى اليسار تساوي 5 نيوتن فان القلم سوف يظل على حالته من حيث السكون طب يا مستر ما انت قلت لدلوقتي ان الفاعل ورد الفاعل قوتين متساويتين في المقدار ولكن متضدين في الاتجاه لماذا لا يحققاني اي اتزانا او سكونا اقولك الاجابة باختصار ان مثال الالم ده حققت اتزان عليه لان انا اصرت على جسم واحد وهو جسم الالم انما الفاعل بيأثر على جسم ورد الفاعل بيأثر على جسم اخر تعال نشوف امثلتنا كده انطلاق الرصاصة ده جسم ده فاعل وانطلاق البندقية جسم اخر ده رد الفاعل يبقى معنى كده ان الفاعل ورد الفاعل يؤثراني على جسمين مختلفين فلا يحققاني اي اتزان زي ما احنا شايفين ملاحظات هامة قوة الفاعل وقوة رد الفاعل تنشئاني معا وتختفياني معا بمعنى مجرد ما الهوى المندفع من البلون يخلص البلون يتوقف عن الحركة مجرد ما الفاعل ينتهي رد الفاعل يتوقف تماما لان رد الفاعل ينشأ نتيجة وجود الفاعل فاذا عدم الفاعل ان عدم رد الفاعل لا يمكن ان يستمر رد الفاعل بعد سنة واحدة من انتهاء قوة الفاعل فقوة الفاعل وقوة رد الفاعل تنشئاني معا وتختفياني معا وتؤثراني على جسمين مختلفين وده السبب الرئيسي الذي لا يحقق اتزان بالرغم من ان قوة الفاعل ورد الفاعل متساوين في المقدار ومتضداني في الاتجاه ولكن لا تحققاني اي اتزان بسبب تأثرهما على جسمين مختلفين وليس جسم واحد تعتمد فكرة عمل الساروخ على قانون نيوتن الثالث حيث تندفع كتلة ضخمة من الغازات المشتعلة من اسفل الساروخ وطبعا ده احنا قلناها ابلي كده ده الفاعل فيكون رد فاعل الساروخ هو الاندفاع الى الاعلى نركز في موضوع الساروخ ده عشان بيعتمد على القوانين اللي احنا قدناها السنة اثناء انطلاق الساروخ من الارض فكرة انطلاقه تعتمد على القانون الثالث لنيوتن وهي قوة الفاعل ورد الفاعل فين الفاعل انطلاق الغازات الملتهبة والوقود المحترق من اسفل الساروخ فيكون رد فاعل الساروخ الاندفاع الى الاعلى يبقى فكرة عمل الساروخ اثناء انطلاقه من اسفل الى الاعلى بتعتمد على قانون الفاعل ورد الفاعل يعني قانون نيوتن الثالث مجرد ما بيوصل لمرحلة انعدام الجاذبية بتعتمد فكرة عمله على قانون نيوتن الاول او قانون القصري الزاتي ليه؟ سبق ان احنا اتكلمنا عن الموضوع دهوت في قانون القصور الذاتي وفي حلقة سابقة وقلنا ان مجرد ان اعدام الجاذبية يؤدي الى استمرار حركة الساروخ في خط مستقيم بنفس السرعة يبقى اثناء انطلاق الساروخ من الارض تعتمد فكرة عمل الساروخ على قانون نيوتن الثالث وهو قوة الفعل ورد الفعل واثناء وصول الساروخ الى مرحلة انعدام الجاذبية فانه لا يستهلك وقودا ولا يقوم بتشغيل محركات ليه لساعدتك لانه يعتمد على فكرة قانون نيوتن الاول وهو قانون القصور الذاتي تطبيق سبق ان تحدثنا عنه قبل كده عند نفخ بلون بالهواء ثم اندفاع الهواء منه فان البلون يمين اتجاه اندفاع الهواء في نفس اتجاه اندفاع الهواء يصار اندفاع الهواء عكس اندفاع الهواء ما تحدثش ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت انا معرفش اندفاع الهواء فيه المهم ان يكون رد الفعل في عكس الفعل بتاعي يبقى معنا كده ان اندفاع الهواء في عكس اندفاع البلون يبقى الاجابة الصحيحة عكس اتجاه اندفاع الهواء فكر معنا عندما تضرب الكرة بقدمك فان قوتي الفعل ورد الفعل لا يلاشي كل منهما الاخر ليه سبق أن أجبنا عن هذا السؤال وعايزك أنت تجاوب بنفسك وهديك عشر ثواني تفكر فيها مع بعض هل لأن قوة القدم على الكرة أكبر من قوة الكرة على القدم؟ هل قوة القدم على الكرة أقل من قوة الكرة على القدم؟ هل القوتين تؤثران في زمنين مختلفين؟ أم الإجابة الأخيرة هل القوتين تؤثران في جسمين مختلفين؟ إيه إجابتك؟ مظبوط الإجابة دال لأن القوتين تؤثران في جسمين مختلفين ولا يؤثران على جسم واحد وإحنا قلنا شرط حدوث الاتزان أن يتم التأثير على جسم واحد ولكن الكرة جسم وقدم اللاعب جسم آخر فتم التأثير بجسمين مختلفين فنتجة الفعل ورد الفعل وعلى الرغم من أنهما متساويان في المقدار ومتضدان في الاتجاه إلى أنهما لا يحققان أي اتزان وبكده نكون وصلنا لآخر حلقاتنا معاسية والحلقة رقم 16 وبكده يكون ينتهي المنهج بتاعنا للترم الأولاني للسنة الدراسية والصف الأول السنوي على وعد إن شاء الله نطلقى مع بعض في الترم التاني وأشوفكم على خير